انا نادية حميد حمود يحيى الهمداني من بيت نعم همدان انا ضاقت بي الدنيا ومع عد لقيت لا حياة لمن انادي انا انسانة جارت علي الدنيا وجار علي الحرب والظلم والقهر ترجيت توسلت ابي عنده مال المال هذا عند اهلي وسط ناس كثيرين قلنا لهم يا خلق الله انا انسانة مظلومة انا اشتي حق ما اشتي لا حدا اني يدي لي صدقة ولا انا حق صدقة ولا انا حق ان انا اتوسل اي انسان انا انسانة خسرت كل شي باقي معي كرامتي لا يمكننا اخسرها وهو لا يدفعوني بكل ما يستطيعوا ان انا اكون جارية او اكون عبدة او اكون لاجئة عندهم وهذا مستحيل انه يحصل من قبل ثلاث سنوات وانا اطاردهم توسلت رجيت الجميع اول مرة لجئت لقايد محور همداء ما قصر معي وقال لي حاضر وانا وقف معي عدة هذا وقال لي حاضر انا شانصفك والله لو لو ما عد يكون معي الا القضية هذا لا امسكها واحلها لك بعدها بفترة جال عند ابن عمي ابن عمي طبعا مشرف قيادي حروثي قيادي عسكري اقل لهذاها قضية اهل لا تدخل فيها احنا بنحلها مع ضعب يقول لي انا اسف هذا شخص عزيز علي ولا يمكن ان انا اوقفها ضده ولا كذا طيب انا صاحبة حق خلاص انسحبت يعني ايش ايش ما منسحبت يعني خلاص مجبرا ان انا اسكت لجئت للشيخ سلطان السامعي وما قصر حاول تواصل مع المشايخ حقهم دا طبعا انا شانزل الرسائل اللذي هيلهم كوووووهم واحد واحد أنا شأنزل الرسائل في صفحتي في حسابي وشارس الهالة للجميع ولكل الإعلاميين والصحفيين ترجيت وسلت لهذا للمشايخ يقول له حاضر الشيخ سلطان السامعي كمعا نكلم أعضو المجلس السياسي أبو أحمد الحوثي محمد علي الحوثي قال له حاضر تواصل مع المشايخ مع الكل يقول له حاضر وبعدين يطبنوا شو ابن عمي يقول لي يقول لي روحي ناكل الحاصل هنا وانتي يعني أجي شحاتة عندهم يصدقوا علي بلقمة أقول لي يا أخي أنا ما أشتي منكم لا صدقة خرجوا لي حقي أبيعة أعمر لي أشتري لي بيت إيش ما عملت أنا حر يعني هذا الصعبة وطويلة ومدري إيش يكون قدوا بهم اشتري قدوا حاجة يبيعوا أرض ولا شي يدخل يدخل أحد العظماء أحد العظماء حق العائلة طبعا اللي بيدهم سلطة أنا طبعا شأنزل كل الرسائل اللي بديتها للجميع وبالاسم هذا الآن مجرد تنبيه تمام خلاص ضاقت علي الدنيا لا عدل قلت لا من هنا ولا من هنا ولا نداري أيش أسوي ولا أيش أعمل فأجيت لهذا المكان هذا المكان طبعا كما يسموا روضة الشهداء شجلس في المكان هذا والله حبوا أنهم ينصفوني ويقولوا هذا حقها وهذا إنسان مظلومة وما تدور مننا شي غير حقها قالوا ما قالوا أنا بشنهي حياتي بهذا المكان ويعرف الدنيا كلها كم هول الناس مات الضمائرهم وإنسانيتهم ومرؤتهم اللي كانوا مشهود لهم في كل مكان